حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الانتشار السريع للأمراض المعدية في قطاع غزة وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ سابع من شهر أكتوبر الماضي وقالت المنظمة إن استمرار ارتفاع عدد القتلى والمصابين في غزة والزحم الشديد في الملاجئ وتعطل النظام الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي يضاعف معدلات انتشار الأوبئة وقد بدأت بعض الاتجاهات المقلقة في الظهور فعلا وأوضح البيان أن نقص الوقود أدى إلى إغلاق محطات تحليات المياه مما زاد خطر انتشار العدوى البكترية مثل الإسهال زيادة كبيرة مع شرب المياه الملوثة كما أدى نقص الوقود أيضا إلى تعطيل جميع أعمال جمع النفايات الصلبة مما هيئة بيئة مواتية للانتشار السريع واسع النطاق للحشرات والقوارد والتي يمكن أن تنقل الأمراض أو تكون وسيطا لها وأكدت المنظمة أن هذا الوضع مقلق خاصة لما يقارب من مليون ونصف المليون نازح في شتى أنحاء غزة لا سيما من يعيشون في ملابئ شديدة الزحام لا تتوافر فيها فرص استخدام مرافق النظافة الشخصية والمياه المأمونة مما يزيد خطر انتقال الأمراض المعضية